توقيت مهم كما أجمع الجميع لكن السؤال هل يستطيع السيد السوداني أن يدشن عهدا جديدا يخلو من العلاقات المتوترة مع كردستان بالحقيقة هذه الزيارة هي زيارة الأولى بعد تسنم السيد محمد الشاعر السوداني منصب رئيس الوزراء وزيارة مهمة وأجواء الزيارة هي تدل بأنه كانت زيارة ناجحة وأجواء ودية وصميمية بالحقيقة وأيضا الدعم الذي لقاه من خلال كلمات فقامة الرئيس مسعود البرزاني دعمي للبرنامج الحكومي لحكومة السيد محمد الشاعر السوداني وأيضا قبل الزيارة كانت هناك خطوات إيجابية من قبل الحكومة الاتحادية بالموافقة على اعتبار حلبشة مدينة حلبشة محافظة بعد أن صوت عليه حكومة تقليم كردستان منذ عدة سنوات لكن هذا الموضوع كان من قبل الحكومة الاتحادية محلق وأيضا إعادة قضاء مندلي كانت يعني في زمن النظام السابق يعني مندلي حجمت واعتبرت ناحية وحاليا أيضا إعادة الاعتبار إلى قضاء مندلي فهذه كل خطوات كانت إيجابية تسبق هذه الزيارة وأيضا اتفاق الطرفين على المسائل المهمة من ضمنها واردات النفط على أن توضع جميع مبالغ واردات النفط في حساب واحد ويكون هذا الحساب تحت تصرف رئيس الوزراء أو رئيس وزراء أقليم كردستان أو من ينوب عنه ولكن أيضا تحت إشراف ديوان الرقاب المالية الاتحادي وهذا يبدد جميع الشكوك الذي كانت تثار حول مسألة يعني واردات النفط وأين تذهب هذه المبالغ سيد علي بعد الترحيب كثانية فيما يتعلق بملامح الاتفاق الشامل الذي كشفت عنه الحكومة الاتحادية يعني بخصوص القضايا العالقة مع الإقليم هل من معلومات حول تفاصيله ملامحه بنوده تاريخه وما مدى إمكانية تمريره أيضا في الفرلمان نعم سيدة العزيزة هي النقاط العالقة وهي تعتبر نقاط يعني مشاكل مزمنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستانية مشاكل كثير لكن نستطيع أن نلخصها في ثلاث مشاكل وهي مرتبطة ببعضها يعني التقدم خطوات في أي ملف ينعكس بالسلب بالإجابة على الملفات الأخرى والعكس هو الصحيح على سبيل المثال التصويت على قانون النفط والغاز يضع حد لمشاكل كبيرة وأيضا يرتبط بحصة الإقليم من الموازنة حصة الإقليم من الموازنة أيضا يرتبط بالمادة مئة وربعين لأنه المادة مئة وربعين يشمل إحصاء وإحصاء دقيق وعدد سكان إقليم كردستان كي تكون حصة الإقليم على ضوء حصة يعني تعداد السكاني لإقليم كردستان فكل هذه الملفات يعني مرتبطة ببعضها قانون النفط والغاز هناك في بعض بنوده وجات نظر متباينة ولكن الجميع الطرفين تتوفر لديهم الأرادة السياسية والرغبة الجامحة بالوصول إلى اتفاقات ترجمة نانسي قنقر شكرا